سباح الورد والفل والياسمين للناس الكل إن شاء الله لكلكم تكونوا فيه خير وصحة واسلامة وعافية يا ربي فيديونا اللي اليوم مقتتفات منه حبيت إنوريكم النشاط والحيوية والحماس ونشجعكم باش تجوموا وتنطفوا الثلاجة متاعكم بالحق راكم تحسوا براحة كبيرة بالحق كانوا واحد أعملها كدف والمان ننصحكم باش ديما تتفقدوا الثلاجة متاعكم وتشوفوا النصائحة البسيطة اللي باش تكون في الفيديو متاع اليوم إن شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل مرحبا بكم الناس الكلة أنا فرحة أحمد إذا كنتوا أول مرة تتفرجوا في القناة ما تنسوش باش تعملوا اشتراك وتفعلوا جرس باش يسلككم كل جديد اليوم وكيما كل فيديو جديد نجيب فكرة جديدة نجيب بوصفة جديدة اليوم فيديوية لكله نشاط وحيوية كيما خذيتوا فكرة مقتطفات لكن باش نوريكم تنظيفي وترتيبي للثلاجة خطوة بخطوة بالحق تعرفوا بديش مهم تنظيف الثلاجة باش نحمروا احنا من ميكروبيت حاشاكم ومن المخاطر اللي النجم يتعرض لها البشر اليوم قلت عليش منشاركش معاكم هالفيديو وان شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل ان شاء الله افكار يتعجبكم حاجة سهلة بسيطة نفيدوا بعضنا اول حاجة لبنات كيما تشوفوا هذي الفريجيدير مداعي لكلها خرجتها هنا باش نعقمها قبل باش نوريكم مكونات نستعملها لتنظيف الادراجين هنين الادراج متاعي رهم نضاف من قبل ما نحتهمش عندي الليمون وعندي بيكربونات السودا وعندي الخل باش نعمل شتر الكعبة الليمون وعليها مغرفة خل وعليها هذه مغرفة الخل وعليها مغرفة ثاني بيكربونات السودا هنا البنات انا مستعملت شوفوا التفاعل متاع وكيفش عمل لك الكشكوشة هنا خطرة الفريجيدير متاعي ولا الثلاجة متاعي ما عنديش برشة من اللي نحيتهم هذوكم البلار متاعي الدرج متاعي اللي زيت عجير نحيتهم قبل ونظفتهم فما نحيتهم مش دواجزت حكيتهم حكين ولقجر من لوتا الدرج اللوتانية ذاك نحيته وخصلته كيما تشوفوا هنا معنتها شديد لك اللي عندي معنات الخليط اللي عملته المكونات اللي هي ليمون وخل وبيكربونات السودا حكيتهم حكيت بيهم الفريجيدير متاعي عقمت الفريجيدير الثلاجة بش يفهموني لو خيان الكل نحكها في الكل باللهر ولجنب متاحة والقجرة يلزم ندور عليها في البلايس الكل كيما تعرفوا الثلاجة تخرج الماء يلزم ديما الواحد يتفقدها وينظفها بش ما هيك الماء يتركمش ويعمل يعمل الخزة يعني يهلك الفريجيدير يعمل حتى صديد صدق هنا كيما تشوفوا لبنات كيما نعدي على كل شي لبنات هنا الواحدة متاعية الحكاكة متاع المعون نظف بها كل شي زادة هذية الرفوف متاع القارورات متاع الماء ولا الحليب ولا انا محطش الماء هنا في البيب الماء نحطه في الرفوف متاع الثلاجة هنا نحط حليب وحاجاته ونوريكم بعد تشوفوا كيفاش طريق تنظيمي في الاغراض متاع الثلاجة نكمل نحك هالكل كي عندي البيب الحيط متاع الثلاجة نسميهان هذي كي يزمو ينظاف هنا عندي المنديلة متاعي حكيت معانتها مسحت بها المرة لولا هذي بش نمسح بها كيما تشوفوا فيها خطر المكونات متاعي ماهوشي مثلا برودويشي ميك ماهمشي مواد كيميائية هم مواد معانتها كيما الخل والقارس مذابية يبقوني في الثلاجة يعنتها من مستحسن يبقى ريحتهم في الثلاجة خطر ينحولك اكا الروايح متاع الثلاجة المش باهية دي ما عقموا بهم تو تشوفوا كيفاش يعطوكم ريزولتات يعني نتيجة باهية برشا كمل هنا نمسحها الكل خليش حتى معانتها ترفي لان وانا نظيفة هي في الحقيقة راهي ما هي شكل المسخة مسخة حشيكم يعني نظفتها قبلت ورست حبيت نمسحها ونعود نرتبها بش نرتبها ترتيب صحيح للاغراض متاعي بش ما يدخلوا ليش بعضهم وتبدأ كل حاجة كملت هنا بش نبدأ نرتب في الاغراض هنا حطيت عندي هدوكم صلصات متاع حلويات والمايوناز والكتشاب والحاجات لكل هالبلاستيك نسميهم مانا حطيتهم في البيب ما يبدوش رزانة على البيب وهو اصلا الفرجدير يكتبو لك شنو اللي تحط غديك هنا حطيت زوز حطيت الخلطة ديكا متاع السلطة تفويحت السلطة تتبيلت السلطة وحطيت معنتها اي ما عندي ولا خل ولا اي حاجة معنتها تحط في الفرجدير نحطها هنا معنتها عندي البيض غديكا محطوط من اللول بش نفرغ برتي منه خطر هو انا عندي واحدة حتى فيها هذية اللي تشوفوا فيها عندي منها زوز نحط فيها البيض صندوق معنتها يحفظ لي على البيض ونغتيه يعني يتسكر غلق محكم فيه ما يخرج ليش معنتها يدخل ليش الجراتيم وزادة ما يخرجش اي حاجة منه هذية الصحي نخذته انا وهنا بش نكمل نحط البابز اللي عندي وإلا القارورات اللي عندي هنا عندي ديك هنات متاع جزوز حطيتهم الفوج خيار دلي نحطهم الفوج خطر ما دوم لكل هم حاجات انا نشوفهم ما همش يرزان برشا على الباب متاع الثلاجة ويتحطوا غديكا بش يبانوا وقت اللي نجي نجبدو هنا دبوث لحليب نتاعي دوم بش نزيد نخرجها نفرغها ونغسلها هذو ما نحطهم انا كيما التبيات للرفوف متاع الثلاجة هنا بعد بمسحتوا كلها حطيتهم كنت حطى نوع اخر حطيت هذو ما الخفاف لحقيقة بش نبدلهم معيش بونيش برشا عندي واحدين اخشا من هكا بلاستيك يبيقوهم خشان بش نحطهم غديكا هنا حطى كين هذو ما يعني حافظوا لي على انضافة البلور متاع الزجاج متاع الرفوف متاع الثلاجة كينحطهم لحقيقة تقعد لنظيفة حتى كيتمسا خدشد لو سخح اشيكم في هذو ما اللقماش هذكا هو نوع من بلاستيك ولا من عرش انا شي سموه هناك في كيف الدرج الخراني هما يجووا اربع يبيعوهم اربع مبعاظهم موجودين ورخاص ثمن متاحهم ما همشي غاليين كلي تيكي مالباش توا البنات كيما تشوفوا عندي سنادق هذو ما خديتهم اقبل من معنتها يسموهم الجروند شيرفاس استعملت حطيت فيهم الياغورت هذو ما عندي منهم ثلاثة مش نحط ثانية زادة نحط فيها الياغورت نفرغ الياغورت متاعي ديما نقليها كاكا منظم يجيني سهل كينجبدو معنتها وقت الفطور السباح ماذا بيا نحط توا بش ننظم الحاجات اللي نستحقهم الفطور السباح مع بعضهم طوا بش نحطهم في الثلاجة كيما تشوفوا اكا ساهل نظام متاحهم تشبدو تحط مفيش كل سهولة ونظام يشهي حتى انك تشبدو وتاكل وتشوف الحاجة خطر الثلاجة كيبدا الحاجات متراكم على بعضها تنسيهم الحاجات ويفوت الاجل متاحهم وترميهم وما تستغلهمش يعني حرام تسمى فساد هذك هنا عندي هذي انا بش نحط فيها البريك عندي بريك معنتها حاجات عندكم بسكوي ولا بريك ولا اي حاجة حطوها هكاكا خلوها غاديكا تجبدو بالكعبة بالكعبة معنتها حاجة سهلة برشو اخسروا تبعين بعضهم هذو ما الكل اللي ورتوهم لكم شريطا مع بعضهم هنا عندي البلور انا ننصحكم باي حاجة تحطوها الميك للفاذ لو ردوا بالكم تحطوها في البلاستيك هذو ما اخوذوهم باللهر ما هومشي غاليين بالحق وصحيين حتى اللغطاء البلاستيك متاح هم توبروير ما هوشي اللغطاء العادي بهين برشا اكا انا بش نفرغ هناء جبن متاعي فرغتو الكل لحيد اللي حكاك انا نعرف جبن معنتها الدليم تيغو مازال ان شاء الله ربي حينا بخير العحمة الجاي فرغتو بش نحط البقية ذاك الكاري جبن كاري حطيتو معاهم حصيلوا هذو ما بتاع فطور الصباح يجوني سهلين نجبد ونحطو ونعرف اش عندي زادة في الثلاجة ما ننسيش يبانو لي هكاكا ونش بد الطريقة دي ما نقول لكم معنتها سهلة وموريحة هني هذو ما بتاع الخضار اغسلتهم نظفتهم بالاجداء عملت لهم جر يلزمهم يتغسلوا هذو ما بمعنتها يتعقموا خطر كما تعرفوا الخضارة بك نخلوها وقت معاين تسايب له ساخن تاحا والمام تاحا وتنجم حتى كنحطو وتبدل واحدة متاع هذوكم متاع الخضار المرتبات متاع الخضار يعني ترتيب الخضار نحطو في السندقة هذوما راهوا كتخلوها مصخرة يتنجم تهلكلكم حتى الخضار اللي بس عليها لازم ننظفوها نوصلوها ونعقموها يعني نظفوها بالاجداء بش ما تبقاش حامل الجراثيم وتعدي حاجات اخرى ديما بالطريقة هذي راي حاجات ساهلة وبسيطة معنتها لا تاخذ وقت ولا تكلف مديا يعني بالحق وتريحكم حتى معنتها يعني تحافظ لكم على الخضار متاعكم وتتعطي منظر حتى الثلاجة تحلها تبدأ تشاهي بش مثلا ديك فكرة بش تاكل وإلا بش طيب يعني وإلا بش تطبخ حاجة يعني يبدأ باين مش كيما تبدأ كل شي محضوط على بعضه والخضرة في بعضها ساعات تنساها لنتفسد وترميها من غير ما تستعملها كيفها كيف المواد الغذائية الأخرى اللي تحط في الثلاجة هنا بعد ما سقطرتها خليتها تنحها من الماء يخرج منها الماء متاحة مسحتها مسحتها بالجداء بعدا كما تشوفوا هنا قبل ما نكمل بش نحط البابيه هنا عندي البابيه الورقة ذاكة بش نحطه على البلاستيك السنادق اللي عندي هنا الخضرة عمركم ما تغسلوها يلزم تمسحوها مسحان بش ناحة منها لغبرة متاحة متغسلوها كان كتو بش تستهلكوها خاطر راه يتفصل أنا ديما خضرتي عمري ما نغسلها في الفريجيدات نعطيها مسحب حاجة نظيفة كيما تشوفوا ناحية منها لغبابر خاطر أنا منيش بش ناكلها بعدين بش نغسلها وبعدين ناكلها كيما بش نكمل هذية طماطم متاعنا هنا حطيتها في الراف متاحها ماذا بيكم طماطم تحطوها واحدة خاطر كيما تعرفوا طماطم فيها الماء وتنجم تخمر معناتها ما تفسدش عندها حاجات أخرى كيف كيف هنا هذا الثاني بش نعملو نفس الطريقة متاع الأول المرتب المرتب مش المرتب راه المرتب يرتب الخضار بش نحط له زي دا حتى هو بابيه هنا بش نحط عندي حاشاكم الفلفل بش نحط له البابيه الورق متاع المطبخ هذا وبش نحط الفلفل امتاعي نمسح الفلفل ونحطو كيما تشوفوا هنا نحاول قادة نقلب بش نحاول يبيني في الكاميرا ظاهري يدهر لي انشاء الله يكون واضح وانشاء الله معناتها بالحق نشاهيكم بش تقوموا هكو تتحمسوا بش تنظفوا الثلاجة راي كي تتعودوا عليها توليكم حاجة سهلة وترتاحوا حتى نفس ثانيا تحس روحك مرتاح معنتها وتبدأ دنيتك منظمة اخزروا محلي حتى اللون شوفوا كيفيش يشاهي بش تقوم تعمل حاجة تعملها دباره هذيك عملت الليمون زي دا حطيته مع الفلفل ليمون تعفوه شد روحه والخيار متاعي هذي خيرت اني نحط فيه الغلق عندي اجاس معنتها عندي انزاس بش نحطه غاديكه كي ما تشوفوا عملت البابيي نفس الطريقة بش نحط الاجاس متاعي كيف كيف بش نمسحه لكله ههه مساحة الاجاس متاعي بش نحطه حتى كي ما ديما نقول لكم شوفوا حتى راهي جلك ما نعرش انا الاذن ولا العين وتعشقه احيانا هذيك قبل الاذن حتى انا شوف كيفيش بالعين ساعات تشتي بش تعمل بش تعمل حاجات وتاكل معنتها المنظر يشهيك بش بش قوم تعمل دبارا اغسروا كيفاش المنظر متاحهم ماشالله شوفوا ترتيبهم بالحق لا تبقى لكم ريحة لا تفزدلكم الفريجيدير لا تخزز هنا عندي زيتون وهذه الحكة البلار كله بلار نحط فيه للهريسة العربي هنا عندي هريسة عربي مخذتها معنتها من عند جارنا دياري لهريسة هذي مخدومة معنتها معنتها عند امرأة نودكم ونجاهيكم حتى من الخارج يوصوا عليها هريسة هيلة بش نحطها في الحكة هذي كمعنتها نزلت كيشيريتها مسحتها الحكة وحطيت فيها غطيتها إلا الحقيقة هنا تماطم راني ما نحطهاش في البلار جربت حطيتها في برش حاجات ما نفحتش معايا نخليها في الحكة متاحها كيما نشيريها وجوزت نعمل لها غطام تاعتن ونحطها نغطيها تقعد لي لبس عليها بجمعة جمعتين هنا رتبتها تقعد معنتها الوقت اللي انت حطتها المهمة تقرب لهاش الماء ومتحطش فيها مغرفة متاع مخلطتها في الماكل تكون المغرفة نظيفة اللي تحرك بها هذا جبن شريته زادة جديد جبن فيه كيلو معنتها مانيش بش نحن الحقيقة عاملين فيه بروموسيون خذيته على 15 ألف وكانوا بوشة وعشرين دينار خذيته على 15 وما زال حتى الدليم تاعه الفيفري بش نخليه مسكر وقت لانشي بش نستعمل نستعمل و وبعدين نسكر منه في الصاشيات في كل سيكان الكيس الصحية هذومة هنا عندي شوية شوكولات وعندي شوية معنتها مقلوين بتاعه حلوء فرقتهم في الحكاكة هذومة نحيتهم بالصاشيات وهاني بش نحطهم في الثلاجة بش نخليهم الحاجات متاع الصباح الحاجات متاع الحلوة وكباحة بعضهم كي ما تشوفوا وهناي عندي الدرج هذا متاع القوة انا هنا البنات راني مش نعطيكم منصيحة البطاطا والبصل راني ما نحطهمش في الثلاجة الجازر نحطه صحيح والحاجات ماطم والاخيار كل نحطهم في الثلاجة والفلفل حاجات أما البصل الراني والبطاطا نخليهم على بره هذا نحط فيه إذا عندي ليتيو ولا صلاة تخص ولا كرافس كي ما تشوفوا توا حتيت فيها نحط فيها مع الدنوس نحط فيها عندي الكل منحطهم في حاجات بلار مقصوصين هذه الليتيو هنا عندي خليتها في الصشي متاحة لميتها المهمة يمس هاش الماء خليها وقت الاستعمال نش بدون استعمالها في القجر هذاكا ما نحط لهاش حتى شيء هناك الزيتون هناك كي ما وريتكم الزيتون فما معناتها متتبعة طلبة ماني بش نملح الزيتون خليتوا ما زلت مملحتوش سوف نوريكم الطريقة في فيديو إن شاء الله هذي الماء الجارتي حطيتو زادة في المعلمة الآخر هنا المعد نوس قصيتو وحطيتو في البلار هذو ما بالحق استعملوا ديرالكس رهم بهي ببارشة ما تحطوش في الحاجات المهيش صحية البلاستيك ابعدوا عليه المكسيموم دي ما حطو في الحاجات الزجاج هناك الزيتون عندي زيتون مقصوص خليتو زادة بش نفرغو في البلار ونحطهم في الثلاجة هذا زيتون مقصوص نستحقوه للبيتزا نستحقوه للساندويتشات برشة حاجات اهو كأنا فرغتو وبش نخليه مانيش بش نغسلو مانيش بش نعملو حاتش نخليه يشايح ونحطو في الثلاجة بش يحافظ معناتها على التعم تيعو ما يفسدليش البارة خاطر كنخليه ينجم يفسدلي بالحرارة البارة هذاك بش نوريكم هنا دي ما راني نغلق منعمل اغلاق محكم للحاجة اللي معنتها لصندوق متاعي خاطر ايضا خليها محلولة تشم لهوا راهي تفسد الخضرة والخضرة ماذا بيكم معنتها الخضار ما تخلوشي برشة روي روي يفقد القوة متاعه لحديد متاعه يفقده اهنازة دا كيف كيف حطيت المالح متاعي دي ما قلت لكم لبنات الخضار ماذا بيكم ما تخلوشي فترة كبيرة في الثلاجة بسيتوا استعملوا احسن حاجة اما كيتكثروا منه ريتفقد القوة متاعه فما حاجات معنتها كيما السبين اخوة كل انتها 24 ساعة راهي معنتها القوة اللي فيها الكل والحديد اللي فيها تخسروا كيما تشوفوا هنا لبناتكملت صيق الثلاجة متاعي نظمتها شوفوا المنظر يتكلموا وحده هذه كحاجات منظمة هناك كيف حطيت الرفوف متاعي نحس فيهم معنتها فما منظر فما نظام يعني كانو كيما المخ يعني يلزم تكون الحاجات مرتبة بيش تحس بالراحة فعلا كانو واحد مقيد في ورقة وستيلو هاكا كاتب حاجات يلقيهم اين دو تروع هذا القجرة متاعي سيئة وكاك نظفته وكمل الحاصل شنو بقالي نقولكم ان شاء الله هنكون فتكم بالافكار متاعي البسيطة والسهلة وديما رتبوا راهو النظام به برشا النظام راهو يخليكم ترتاحوا ووفر عليكم برشا وقت وبرشا تعب ديما كيتنظم الحاجات راك ترتاح نفسانيا معنتها وتلقى حاجتك في سعو تجيك الافكار في سعره وبالحق كما قالوا الفرنسيس يعني النظام يساعد المخيلة متاعنا ولا الذاكرة متاعنا بروها اخرى هنا كملت صيق ارتحت ان شاء الله تجربوا وتعملوا كيفي وترتاحوا وطوى مبقالي كمش نقولكم بسلامة الناس الكلة ان شاء الله فيديو اليوم من الاعجابكم ان شاء الله حصلت الاضافة والافكار تكون فيها الفايدة مبقالي كمش نقولكم من هنا الغادي تبقوا في رعاية ربي وفي حفظه على امل اللي قابلكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة مع نصيحة جديدة من الروح للروح مني ليكم سلام نخليكم في وديعة ربي نسل كلها ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد اذا حب ربي واعطانا الصحة والعمر والوقت في امان الله نسكن اشتركوا في القناة اسمين